وهذا ما قاله أيضا الرئيس زلينسكي بأن دمباس روسيا حولت دمباس إلى جحيم إذن هذه التصريحات الرئيس زلينسكي الذي قال إلى القوات الروسية أيضا شددت الضغط في منطقة دمباس وحولتها إلى جحيم ما التفسير هنا لتصريحات زلينسكي بالنسبة للجانب العسكري لزيادة الضغط العسكري والنشاط العسكري للقوات الروسية في دمباس يعني دمباس الآن هي عبارة عن أرض سوداء محروقة نتيجة سقوط الكم الكبير والكم الهائل من القذائف الصاروخية والمدفعية وكل ما هناك من أنواع التدمير المنطقة يعني عندما كان مثلا الروسي في مثلا في مناطق في سوريا عندما يدخل المنطقة يبيد هذه المنطقة يدمرها ويدخل على أنقاذ هذه المنطقة الآن دمباس نفس الموضوع دمباس منطقة أصبحت فعلا عبارة عن جحيم يعني حتى القوات الروسية التي دخلت إلى دمباس طبعا هي تجد نفسها في معزل يعني عن الحياة العادية التي كانت تسبق الدخول طبعا هناك هدف روسي طبعا هو ذكر زيلنسكي أنه يفتشون عن بطاريات دفاع جوي في الواقع هو هو ليس فقط تفتش عن بطاريات دفاع جوي وعن وسائط جوية أو وسائط أرضية مضادة للطيران في دمباس وأنما هي يعني استعادة هذه المنطقة ويعني نسف كل مقاومات الحياة فيها لا يريدون أن تكون هناك مقاومات الحياة إذا فقدت مقاومات الحياة فقد السكان من هذه المنطقة لا يستطيعون أن يبقوا في هذه المنطقة إذا رحلوا إلى مناطق أخرى وهذا الشريط الذي تحدثت عنه شريط ماريوبل باتجاه طبعا منطقة مايكو لايف ومن ثم الذهب إلى أوديسا هذا طبعا توقع في الخطة القريبة أو في الخطة الخطة الهجومية للقوات الروسية باتجاه أوديسا موسيقى